موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية البداية بالعنوين خادم الحرمين الشريفين يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة خادم الحرمين الشريفين يشيد في اتصارا ببوتل بالدور البناء لروسيا في تحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية موسيقى النيابة العامة تصدر أحكاما نهائية بحق ثمانية أشخاص مدانين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي موسيقى أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اتصالا هاتفيا بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وتم خلال الاتصال بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي وأكد خادم الحرمين الشريفين مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي وحول الأوضاع في المنطقة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها لولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام مؤكدا حفظه الله حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة وللمبادرة العربية للسلام أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس فلادمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وأجرى خلال الاتصال استعراض أعمال دول مجموعة العشرين والتي ترأسها المملكة هذا العام والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على أثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين لفخامته حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين مؤكدا حفظه الله على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة أوبك بلس لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية من جهته أشاد فخامة الرئيس بوتن بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين معبرا عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين وتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة مشيرا إلى التواصل الجاري حاليا حول اللقاح الروسي لفايروس كورونا المستجد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ستيفو بانداروفيسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة ذكر استقلال بلاده وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق اضطراد التقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس ستيفو بانداروفيسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة ذكر استقلال بلاده استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عدل الجبير سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا جويت والذي حضر لتوديع معالي بمناسبة انتهاء فترة عمل سفيرا لبلاده لدى المملكة وثمن معاليها الجهود الطيبة التي بدلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة وفرنسا التقى نائب رئيس هيئة الاركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركم مطرق لزيمع خلال زيارته للوحدات المرابطة بالحد الجنوبي قادة الوحدات الميدانية ومنسوب القوات المسلحة وقوات التحالف المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل ونقل معاليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله واطلع الفريق لزيمع على موقف سير العمليات العسكرية ودعمها من قبل قيادة القوات المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من جهتهم أعرب الجنود المرابطون عن اعتزازهم بالدفاع عن الوطن مؤكدين أنهم سيبقون درعا حصينا له صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكام بحق ثمانية أشخاص مدانين واكتسبت الصفة القطعية طبقا للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية مبينا أن هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي حيث وقضت الأحكام بالسجن 20 عاما على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذة طبقا للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية وبين المتحدث الرسمي أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوة الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية وللحديث أكثر معنا عبر اسكايب رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب بداية مرحبا بك معنا أستاذ ماجد في هذه النشرة الأحكام التي أصدرتها النيابة العامة اليوم في قضية المواطن جمال خاشقجي اكتسبت الصفة القطعية وأصبحت نهائية واجبة النفاذ ماذا يعني ذلك؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يعلن القضية هذه انتهت من الناحة الإجرائية أمام القضاء ولم يتبقى لها سوى التنفيذ الأحكام بالسجن لمن حكم عليهم بالأحكام التي أعلنت في هذا القرار القضائي الذي يؤكد على استقلالية وحيادية المنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية ولله الحمد وهذا أكثر ما نسعد ونفخر به في مملكتنا العزيزة نعم أستاذ ماجد يعني بصدور هذه الأحكام النهائية من النيابة العامة تنقضي معها الدعوة الجزائية بشقها العام والخاص كيف ترى الشفافية التي تعاملت بها المملكة مع هذه القضية؟ في الحقيقة هذه الشفافية عالية المستوى خاصة في قضية حولها أعداء المملكة العربية السعودية إلى قضية رأي عام عالمي لمحاولة من النيل من الوطن وقيادته والمجتمع السعودي ومؤسساته القضائية والقانونية والقضائية وحقيقة التعامل الإعلامي الشفاف النزيه الواضح من قبل النيابة العامة والسلطة القضائية بالمجمل شيء نفتخر به في المملكة العربية السعودية وخاصة القطاع القضائي والقانوني والحقوقي لأنه جميع إجراءات التقاضي والمحاكمة والتحقيقات تمت تحت أعين وأنظار المجتمع والإعلام المحلي والدولي المحاكمات تضمنت كل الحصانات التي يمكن أن تقدم لمتهم في مراحل إذن كل شكر والتقدير للمحامي ماجد قاروب رئيس مبادرة التكامل المعونة القضائية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 768 إصابة جديدة ليرتفع إجمال عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 321.456 إصابة فيما سجلت 886 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافيين إلى 297.623 حالة تعافي كما تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمال وفيات إلى 4107 وفيات رحمهم الله جميعا في آخر إحصائية الفيروس كورونا على مستوى العالم تم تسجيل 27 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ونحو 900 ألف شخص توفوا جراء الإصابة بالفيروس وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول وذلك منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019 وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6 ملايين و259.999 حالة إصابة و188.579 حالة وفاة فيما قفزت الهند للمركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة متخطية البرازيل وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 90.800 إصابة جديدة وبهذا يصل مجموع الإصابات في البلد الآسيوي إلى أكثر من 4.200.000 حالة كما تم تسجيل 1016 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد في الهند ليرتفع إجمال الوفيات إلى 71.642 وجاءت البرازيل في المركز الثالث مسجلة 4 ملايين و21.969 حالة إصابة و126.184 حالة وفاة أما في روسيا فقد سجلت 1.221.310 حالات إصابة و17.795 حالة وفاة ومع تزايد وتيرة الأخبار المبشرة بشأن اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا على وقع إلان أكثر من جهة عن اقترابها من إنتاجه لا تزال منظمة الصحة العالمية حذرة في التفاول بشأن هذا الأمر الذي ينتظر العالم منذ شهور حذر أكد عليه المدير العام للمنظمة معلنا أنه لا يتوقع لقاحا فعالا على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل على جانب آخر عرضت الصين لقاحات محلية ضد فيروس كورونا فيما يحاول هذا البلد الذي اكتشف فيه الوباء تحسين سمعته وقالت بكين إنها تعلق آمالا كبيرة على لقاحات محتملة من إنتاج الشركتين الصينيتين سينوفاك بايوتيك وسينوفارم معروضة في المعرض التجاري في العاصمة هذا الأسبوع وقال ممثل للسينوفاك بريس إن شركته أكملت بناء مصنع لقاحات يمكنه إنتاج 300 مليون جرعا سنويا هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تعاونها مع الصين بشأن متطلبات الحصول على موافقة دولية على أي لقاح صيني لمرض كوفيد-19 النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل خلال عام هيئة حقوق الإنسان ترصد 164 حالة انتهاك وتحمر 70 جلسة محتم أهلا بكم من جديد رصدت هيئة حقوق الإنسان العام الماضي 164 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة شملت العدالة الجنائية والحماية من الإذاء والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية من الاتجار بالأشخاص إضافة إلى حالات أخرى متنوية وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة نور الحقباني أن الهيئة رصدت عدد من المخالفات في أثناء زياراتها وجولاتها الميدانية وأتخذت الإجراءات النظامية اللازمة تجاه تلك الحالات وأشارت إلى تنوع آلية رصد هذه الحالات وأن الهيئة حضرت عددا من محاكمات المتهمين في القضايا الأمنية حيث حضرت 70 جلسة محاكمة وتابعت إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم النظامية أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجر فعن استنكاره لما صدر من بعض المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من لغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون وطلب الأمين العام القيادات الفلسطينية المسؤولة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالاعتذار عن هذه التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة والتي تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب الفلسطيني الشقيق واستذكر الأمين العام ما صدر من القمم الخليجية من دعم وحرص دول مجلس التعاون على القضية الفلسطينية والدفاع عنها باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا بأن هذه المواقف الداعمة من دول المجلس غير قابلة للتشكيك والمزايدة عليها فتاريخ دول المجلس يشهد بتلك المواقف الراصخة والدائمة بعيدا عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية ولن يضرها ما صدر من تصريحات غير مسؤولة من بعض من من عانت القضية الفلسطينية منهم ومن مواقفهم المتاجرة بها عبر تاريخهم والتي ألحقت بالقضية الفلسطينية الضرر والانقسام أعلن المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان ارتفاع حصيلة وفيات السيول والفيضانات إلى 102 فضلا عن غرق قرية كاملة شمال العاصمة الخرطوم وأوضح المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني أن عدد المنازل المتضررة من الفيضانات في زيادة مستمرة وبعضها انهار بالكامل كما تعرضت مناطق جديدة بالخرطوم لأضرار فيضان النيل خلال اليومين الماضيين وأعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني حالة الطواري في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة السيول والفيضانات واعتبارها منطقة كوارث طبيعية هذا وأكد الأمين العام لجامعات الدول العربية أحمد أبو الغيط تضامن الجامع الكامل مع السودان ومساندته في جهوده لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات ووجه بتقديم دعم مالي عاجل للحكومة السودانية من صندوق دعم الشؤون الإنسانية لدى الجامعة وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات هذه الكارثة وتوفير الإغاثة للمتضررين وسرعة عقد الآلية المشتركة بين الجامعة والحكومة السودانية لوضع خطط عاجلة لدعم السودان على الصعيدين الإغاثي والتنموي واستكمال بحث المشروعات التي يمكن أن تنفذها الجامعة في هذا المضمار في المرحلة المقبلة تواصلت بمدينة بوزنقة المغربية جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق وتهدف هذه المحادثات إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين وكان الوفدان قد عقد أمس أول جلسات الحوار التي أعرب في ختامها عن رغبتهم الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان وأشدد على حرصهما على توفير المناخ الأخوي الملائم والذي يساعد على إيجاد حل للأزمة بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والذي من شأن رفع المعاناة عن الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة المستقرة عززت اليونان قدراتها الدفاعية وقامت بتكثيف الدوريات على طول الحدود مع تركيا في إطار الاستعدادات لردع أنقرة على خلفية استفزازات الرئيس التركي في منطقة شرق المتوسط مع تصاعد التوتر مع تركيا ردت اليونان على التواجد التركي العسكري في شرقي المتوسط بتعزيز وجودها الأمني والعسكري قرب حدودها مع تركيا تحسبا لحدوث موجة تدفق ثانية من اللاجئين الراغبين في دخول البلاد بشكل غير قانوني رئيس الوزراء اليوناني يستعد للقاء الرئيس الفرنسي في العاشر من سبتمبر الجاري للتباحث حول أزمة شرق المتوسط فيما تشير التوقعات إلى أن اللقاء سوف يشكل إتمام صفقة شراء منظومات دفاعية بين البلدين وقال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط مؤكدا أن ذلك بغرض وضع خطوط حمراء لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال وأضاف الرئيس الفرنسي أنه عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط فإنه يجب أن تكون الأقوال متسقة مع الأفعال ويمكنه أن يبلغ الجميع أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك تلويح بالعقوبات ضد أنقرة خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي لردع التدخلات التركية في شرق البحر المتوسط حيث شدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على ضرورة استخدام قوة الاتحاد لردع تركيا معتبرا أن العقوبات ستكون إحدى وسائل التصدي لتركيا ويبحث المجلس الأوروبي خلال اجتماعه المقرر نهاية سبتمبر الجاري فرض عقوبات على تركيا على خلفية إثارة التوتري في شرق البحر المتوسط ندد الكريملين بمحاولات اتهام روسيا بتسميم المعارض الأبرز الإكسي نافالني الراقد في غيبوبة في مستشفى في ألمانيا والذي تقول برلين أنه كان ضحية تسميم بمادة سامة للأعصاب من نوع نوفيتشوك وأكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن كل محاولات ربط روسيا بأي طريقة كانت بما حصل مع نافالني غير مقبولة موضحا عدم صحة الادعاءات حسب قوله وفي برلين أشار المتحدث باسم المستشارة الألمانية انجيلان ميركل إلى أن الأخيرة لا تستبعد أن تكون هناك تداعيات على مشروع أنابيب غاز نورتستريم 2 في حال فشلت روسيا في إجراء تحقيق شامل بشأن تسميم المعارض الروسي وقد كشفت مصادر طبية ألمانية استفاقة المعارض الروسي الأكسي نافالني من الغيبوبة وقال مستشفى شارتيه في بيان إنه يستجيب للمحفزات اللفظية مشيرا إلى أن حالة نافالني البالغ من العمر 44 تحسنت وبرغم ذلك أوضح المستشفى أنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الطويل الأمد لعملية التسميم ومرض نافالني في أثناء رحلة جوية الشهر الماضي وخضع للعلاج في مستشفى في سيبيريا قبل أن ينقل إلى برلين حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لإبرام اتفاقية لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي وأضاف أنه إذا لم يتمكن الطرفان من تجاوز الخلافات فإنه لا يرى فرصة لإبرام اتفاق لتجارة الحرة مؤكدا أن حكومته مستعدة لكل الاحتمالات ولأي اتفاق تجاري يحدد طبيعة العلاقات بين الجانبين بداية من مطلع العام المقبل وفي حال عدم التواصل لاتفاق التجارة الحرة سيضطر الطرفان إلى الاحتكام لقواعد منظمة التجارة العالمية لإدارة تبادلاتهم التجارية والتي تعني ضرائب ورسوم جمركية عالية على السلع والخدمات دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مجددا مالي إلى الانتقال السريع للسلطة للمدنيين إثر الانقلاب العسكري في الثامن عشر من أغسطس الماضي وفرضت المجموعة المؤلفة من خمسة عشر بلدا عقوبات على المجلس العسكري وعلى مالي عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء معها ووقف التدفقات المالية والتجارية ودعت لإجراء انتخابات خلال 12 شهرا وشدد رئيس النيجرم محمد يوسوف والرئيس الحالي للمجموعة على ضرورة مساعدة الماليين على استعادة كل المؤسسات الديمقراطية سريعا مطالبا المجلس العسكري بالتعاون من أجل مساعدة الشعب المالي ضرب إعصار هايشين القوي كوريا الجنوبية بعدما اجتاح جنوب اليابان وتسبب الإعصار بإلغاء مئات رحلات الطيران وبانزلاقات أرضية وتحطم الأشجار والإشارات المرورية في مدينة بوسان الكوريا الجنوبية بينما غرقت الشوارع بالمياه وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل حيث رافقته رياح قياسية في شدتها وأمطار غزيرة فقد على أثرها أربعة أشخاص بانزلاق أرضي وترك هايشين نصف مليون شخص في الظلام لدى مروره في كيوشو الجزيرة الرئيسة في أقصى جنوب اليابان حيث اقتلع أسقف المباني وتسبب بهطول أمطار بلغ منسوبها نحو نصف متر في يوم واحد فقط الآن ننتقل إلى الزميل محمد الوهابي محمد بداية المساء الخير وما هو أبرز ملفاتكم في برنامجكم لهذه الليلة نعم ملفاتنا لهذه الليلة ربما تبدأ من الشأن المحلي وتنطلق إلى العالم أجمع أحييك أحيي أسادة المشاهدين الكرام حيث أن ملفنا الأول لهذه الليلة هي اتصالات خادم الحرمين الشريفين بقادة العالم للتباحث حول أعمال مجموعة العشرين أما في ملفنا الثاني فهو القضية الأبرز قضية مقتلخ شقجي حيث صدرت الأحكام النهائية اليوم على المتهمين وذو القتيل كانوا قد تنازلوا عن حقهم الخاص وبهذا يغلق الستار على هذه القضية ربما تكون الأكثر بشعة خلال السنتين الماضيتين أدعوكم لمتابعتنا في حلقة هذه الليلة لكن بعد أن أعود لزميلي عبد الرحمن لمتابعة النشرة أو ربما لختامها شكرا محمد في ختام هذه النشرة هذه أبرز العنوي خادم الحرمين الشريفين يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة خادم الحرمين الشريفين يشيد في اتصالا ببوتين في الدور البناء لروسيا في تحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية النيابة العامة تصدر أحكاما نهائية بحق ثمانية أشخاص مدانين في قضية مقتل المواطن جمال خاشبجي شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة